كثيرة هي المواقف الهامة التي حصلت معي منذ انضمامي للعمل هنا في قناة I24 News إلا أن موقفاً حصل معي يتعلق بعمل في القناة أثر بكثيراً موقف لم يحصل معي في أروقة القناة أو داخل الستوديو إنما في شوارع المغرب زرت المغرب قبل عام تقريباً لافتتاح مكتب للقناة في الرباط وتفاجأت من عدد الأشخاص الذين يعرفونني شخصياً ويتابعون عملي على شاشة القناة عندما كنت أتجول خلال رحلتي في العاصمة الرباط والدار البيضاء ومدينة فاس ومراكش الكثير من الأشخاص توجهوا لي وتحدثوا معي عن قناة I24 News هناك من قال لي أنه يتابعني دائماً على شاشة القناة وبعضهم عبر لي عن اهتمامهم لعملنا في القناة ولما أقدمهم كانت هذه اللحظات جداً مؤثرة بالنسبة لي وبمفابة تحقيق حلم خاصةً وأنني لمست تقدير وحب الناس لعملي في قناة I24 News وبعد عودتي من هذه الرحلة المميزة اقترحت على إدارة القناة أن نخصص برنامج يتعلق بقضايا دول المغرب وبالفعل منذ أشهر بدأنا ببث برنامج الصحراء الكبرى البرنامج الذي يطرح ويناقش أبرز القضايا والملفات المتعلقة بالشمال الإفريقي الحب والتقدير الذي لمسته في المغرب جعلني أن أسلط أضوء أكثر وأكثر على ملفات هذه المنطقة